عام جديد يشرق على عمان مستهلا فيه المجلس البلدي بمحافظة مصقط اجتماعه الأول متطلعا لمزيد من الإنجازات لعاصمة عمانية أكثر جمالا وازدهارا أتى هذا الاجتماع صباح هذا اليوم ترجمة لتنفيذ الأوامر السامية فيما يتعلق بتنمية المحافظات المجلس لديه رؤية واضحة في تنمية محافظة مصقط بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 وكذلك مع خطة المرسومة من قبل المجلس البلدي تطبيق تنمية تم من خلاله اختيار نائب الرئيس لأعضاء المجلس البلدي بمحافظة مصقط بعدما أدوا قسم اليمين أمام معالي السيد رئيس المجلس البلدي مؤكرين سعيهم للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع عقد المجلس البلدي اجتماعه الأول في جلسة غير اعتيادية اختار من خلالها نائب رئيس المجلس وذلك بالتصويت عبر تطبيق تنمية الذي دشنته مؤخراً لزارة الداخلية كتطور تقني الشيء الآخر اختار أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مصقط عضويته للجانب المجلس البلدي الدائم الأربع وتوزعوا عليها مواعيد اجتماعات المجلس ولجانه لهذا العام كانت على طاولة اجتماع المجلس البلدي متضمناً التعريف بقانون المجالس البلدية ولائحتها التنفيذية وواجبات الأعضاء أهداف عدة يتطلع أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مصقط لتحقيقها هذا العام برؤية واضحة تلامس الوطن والمواطن إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مصقط ترجمة نانسي قنقر